عزيز الرجل أعرفك رافع شعار المظلومية وإنك حتى القط بياكل عشاك يا حرام بس تعال معي حتى خبرك كم معلومة عن سبب أمراض زوجتك المسكينة عندما تتعب الزوجة نفسياً بسبب التفكير نتيجة إهمالك النفسي والعاطفي لها هذا يعني ارتفاع مستويات الكورتيزول والأدرينالين وزيادة الوزن ومشاكل الأنسولين والتكييس والبرولاكتين وخربطة الهرمونات عند الأنثى بشكل عام هي تحقن الفيلر والبوتوكس من أجلك حتى تشوفها أجباً من صور الصبايا اللي معبي كرت الذاكرة عندك هي تعمل عملية قيصرية كرمالك حتى الكوكو يظل عندها ضيق وتظل بنظرك بنت 14 تصاب بيئة الالتهابات المهبلية بسبب سائلك المنوي اختلاف درجات الحموضة بينكما وأحياناً سببها لأنك رحت خنتها مع غيرها ونقلت إلها الأمراض هي تعاني من الاكتئاب لأنها محرومة من هرمون الميلاتونين الذي يفرز فقط عند النوم في الليل بسبب أنها تسهر على راحتك وراحت أطفالك جسمها يترحل والصدرها ينزل وجسمها يتخربط كله لأنك بدك تستمتع وبدك تخلف ولاد واحد ورا واحد وكأنك حابب تكون خليفة المسلمين وبدك حدا تورثوا الممالك شعرها يهر وعظمها يرق والسبب لأنها حاملت طوال 9 شهور مما أفقدها الكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة لجسمها تقص معدتها حتى ما تشوفها أو تشوف كرشم ترهل وبارز ويزعجك عادة عن أنواع الخلطات اليومية والكريمات ومواد التجميل حتى أصبح وجهها البريء حقل تجارب والمشكلة ياريتك رضيان وهي مفتكة منك على طول تهددها بالزواج عليها وعيونك طالعين لبرة تراقب بنت الجيران وعندك مراسلات ليلية مع عمد عاس ولسانك حلو مع جرتكم خلف ولسان حالها يقول لك غرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشقتك كرهتك نعم اللي حابب يقول يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فاتقوا الله في النساء إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم شكرا